أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتكنولوجيا الهائلة التي يتمتع بها مصنع شركة بايوجينيريك فارما لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية بما تتماشى مع توجهات الرئيس السيسي لتوطين الصناعات المتطورة ودعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي مصنع شركة بايوجينيريك فارما لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الحيوية بمدينة العاشر من رمضان وتستهدف الشركة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية لتقليل الاعتماد على المنتج المستورد والتوسع للتصدير في مختلف الأسواق الأفريقية والعالمية بهدف زيادة صادرات مصر في هذا المجال من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية اللازمة للتصدير وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 اشتركوا في القناة